اشتركوا في القناة معظم الكواكب ما زالت منتحسة يعني ما فيه اي شيء جديد تقريبا هو حركة القمر اللي اختلفت القمر ما زال موجود بالجدي رح ينتقل للدلو هو في منزلة سعد السعود هي جيدة للتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق رح يظل فيها لغاية ساعات الظهر بعدين رح ينتقل ويكون تماما منتقل بشكل كامل هو بالمساء رح ينتقل للدلو ولكن رح ينتقل لهاي المنزلة وهي منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ من الساعة 51 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 5 بتوقيت الأردن ورح يستمر فيها حتى ساعة 6 و 10 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش وهذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا انه القمر بيستقر الساعة 6 و 10 دقائق بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 9 و 10 بتوقيت الأردن القمر طبعا رح يأثر علينا جميعا بالفترة هاي منشعر الان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز تيريو او تلفزيون وتجربة طعام جديد الزوايا اللي راح تتشكل اليوم كلها سلبية يعني اول زاوية هي راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر واورانوس اللي عامل زاوية تربيع نفسه اورانوس مع الشمس طبعا زاوية التربيع اللي مع الشمس هي راح تستمر كمان سبع ايام اللي حكينا عنها بالامس طبعا الزاوية هاي راح تكون الساعة واحدة واحد وخمسين دقيقة بعد الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون فيه تمام الساعة 3 و 58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية بطيئة من الزوايا اللي رح تستمر تقريبا بحدود السبع أيام بعد اليوم هاد اللي ها هي سبع أيام ورح تستمر كمان سبع أيام هي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين عطارد وزحل رح تكون فيه تمام الساعة 8 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتسبب هاي نوع من أنواع التعب أو القلق والحذر والميل للكآبة بتحد من الخيال شوي وبتجعلنا شاردين الذهن أكثر متقلبين في المزاج بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا طبعا القمر موجود في الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم 4-8 رح يكون فيه تمام الساعة 9 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية يوم 5-8 يعني لثاني يوم حتى تمام الساعة 2 و 27 دقيقة فجرا بينتقل بعدها القمر للحوت معناته هاي الفترة من الفترات الضاغطة بتكون على الحوت لحين انتقال القمر يوم 5-8 أما بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم المكتمل 14 يوم فيه تمام الساعة 4 و 46 دقيقة بصير 15 يوم على 16 يوم نسبة الإضاءة 100% مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم كلها منتحسة طبعا الانتقالات رح تكون عندنا اللي هي العطارد يوم 5-8 والزهرة يوم 7-8 والقمر زي ما حكينا يوم 5-8 رح ينتقل برضو للحوت فعشان هيك ما رح نحكي كثير عشان ما نضيع الوقت كثير في الذكر مكان الكواكب وانها منتحسة كلها وذكرها زي كل حلقة ما يعني اللي بدو يسمعها بيسمعها حلقة الأمس أو قبل أمس هي نفسها نفسها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء بتكون داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شي انك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت طبعا ممكن أنه اليوم يأثر عليك انتحاس القمر وتقابله أنه يعرض البعض بدناش نحكي لكل ممكن يعرضكم لبعض خيبات الأمل بسبب صديق أو معرفة أو بسبب شيء بصير في دعوة معينة أما بالنسبة للفكر والدراسة والأسفار اللي هو البيت الثالث لألك طبعا الزهرة موجودة فيه يعني بما أنها ممتحسة بتعمل نوع من أنواع التقلب عندك وتبدل بصير في العاطفة عندك وهذا الإشي ممكن يخلي البعض من موليد برج الحمل أنهم يتلاعبوا بقلوب اللي بيحبوهم أو اللي بيحبوك يعني على الجهتين ولكن الأهم أنه تديروا بالك من التحكم وفرض الرأي والتسلط في هاي المرحلة أما بالنسبة للعائلة والعلاقات الاجتماعية والزوجية بما أنه الشمس يعني موجود في مكان حساس اللي هو بيتك الخامس وعمل الزاوية اللي حكينا مع أورانوس فهاي بتعمل نوع من أنواع التوتر في العلاقات العاطفية اللي بتضر فيك وممكن إنه شوية تخلي في ضرر في العلاقة هاي أو انفصال مفاجئ بالعلاقة هاي وممكن إنها تضر بنجاحك الشخصي بسبب التقلبات اللي ممكن تعتمد فيها على الحظ فتكون الأشياء ضدك بفضل أنا بالفترة هاي إنك تتجنب أي شيء له علاقة بالمعاملات المادية أما بالنسبة لعطارد اللي هو يعتبر في بيتك الرابع بيت البيت يعني هاي بتعطي شوية إنه توتر على المستوى العائلي بسبب سوء تفاهم وممكن تعرضك لإرهاق عصبي ممكن لتوتر سوء تفاهم حدية بالطباع تقلب بالمزاج في بعض الأوقات وبرضو يعني ممكن إنها تسبب لك شوية مخاسر مالية أو دفعات مالية تكون مرهقة بشكل كبير بالنسبة لإلك أهم إشي أنك أنت تمسك أعصابك قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين في منك أشخاص ممكن اليوم إما أنهم يدخلوا في مسألة قانونية أو مراجعة قانونية أو أمر بتعلق بإشيء له علاقة بالشرطة بأنه شوي أنت اليوم مزاجك أو الشخصية أو النفسية عندك شوي بتكون يعني نافذ الصبر عندك تسرع عالي جداً عندك حدية عالية جداً يعني سهل جداً استفزازك اليوم وسهل جداً إنك أنت الثورة عارمة لدرجة إنه ما حدا يقدر يسيطر عليك وبرضو ما عندك صبر زي ما حكينا برج الثور طبعاً يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين أو أهمش إنك تحافظ على إنجازاتك القائمة ما تشوه سمعتك الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهم أهمش إنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر طبعاً بالنسبة للوضع النفسي عندك اليوم العنف عندك بزيد إصدارك للقرارات بزيد بعضك بكون فض بالتعامل لدرجة إنه ممكن يخرج منه بعض الكرام الجارح واللاذع وخصوصاً هو بتعامل مع الآخرين أما بالنسبة للفكر والدراسة طبعاً منيجي منحكي عن التنقلات عطارد اللي موجود في البيت الثالث عندك ممكن يخليك تسمع خبر يكون مش منيح أو يكون هيك سيء على مسامعك بيخليك شوي تكون متردد بتتحير بيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة بيخليك شوي إنه تتعرض لأشياء لها علاقة بإفشاء الأسرار بدك تكون حذر في كلامك في انتقاداتك في مراسلاتك في حدية طباعك أثناء النقاش وبدك تنتبه أثناء تنقلاتك من عطل بالسيارة حادث إصابي أثناء الحركة يعني هاي شغلات بدك تكون منتبهلها أما بالنسبة لوضع المال والعمل اليوم يعني حكينا إنه شوي بدك تكون حذر على مستوى العمل زي ما حكينا في أول التوقعات ما في داعي للخصام ولا للجدال أثناء مع معاونيك أو زملائك أو رؤساك بالعمل وهاي الفترة شوي بتكون تحمل شوية مشاكل على المستوى المهني وممكن تخليك ترتكب بعض الأخطاء أما بالنسبة للزهرة لأنها في البيت الثاني عندك ومنتحسة بتخلي عندك شوي رغباتك فيها نوع من أنواع الشراهة وممكن تدفعك لطرق مشبوهة أو لصرف فلوس بطريقة مش عقلانية أما بالنسبة لوضع العائلة والعلاقة الاجتماعية والأمور الزوجية طبعا الشمس موجود في البيت الرابع وعمل زاوية التربيع زي ما حكينا يوم أمس الجو العائلي جمالا بسوده نوع من أنواع التوتر أو النقاشات الحادة أو الطرق بوضعية علاقة بالوضع العائلي أو ظهور مسألة عائلية أو خلاف أو اجتماع أو نقاش أو قلق على أحد أفراد العائلة يعني ممكن تضطر شوي أنك تتعب على حالك أو تضغط على حالك أكثر عشان تخلي الأمور تمشي بالشكل السليم برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحباكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تفكر في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالمراسلات أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد ممكن توقع على عقد أو تروج لموهبة أو لاهتماماتك كون جريء أهمش أنك يعني ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول أنك تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة وبدك تكون حذر بس من التصلب بالرأي شوي بالعصبية شوي من الحدية خيالك الجامح بالفترة هاي بخلق لك نوع من أنواع المخاوف الغير واقعية يعني بدك تبعد عن التحسس بشكل كبير مو برضو بتميل لنوع من أنواع التبذير أو تبذير طاقتك وجهودك بسبب التغيرات الدائمة وتوجهاتك وأهدافك اللي شوي بتكون متقلبة بالفترة هاي من حال لحال أما بالنسبة للوضع الشخصي والنفسي لإلك طبعا الزهرة اللي في بيتك الأول ومنتحسة هي اللي بتخليك شوي بتكون طائش رغباتك بتكون شريهة ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك أو بسبب مزاجيتك أو عاناتك أو يعني سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الأشخاص أو الأحباء أو الأصدقاء أما بالنسبة لوضع المال والعمل عطارد طبعا الموجود في البيت الثاني ومنتحس بعطيك علاقات متوترة مع الرفاق في العمل شوي بتجيب لك أشياء العلاقة بصرف الفلوس ممكن ترتكب بعض الأخطاء في أراءك وأحكامك أهم إش أنك تتجنب توقيع الوثائق المهمة حاول أنك تدرس وضعك المالي بشكل جيد ما في داعي للتفذير ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو الدفعات المالية اللي إلها علاقة إما بمستشفيات أو بأمور إلها علاقة بتأمين أو ودى الحادث أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للوضع العائلي والعلاقات الاجتماعية والزوجية طبعا المريخ اللي موجود في بيتك الحادي عشر منتحس بدك تتجنب الدخول في أي جدال مهما كان أو أي عصبي أو أي حوار عصبي مع الناس اللي حواليك أو علاقاتك الاجتماعية أو أصدقائك أو مع معارفك يعني ما في داعي لكل هذه الأمور أنك تعصب لأجلها لأنه ممكن أنك تمشيها بطريقة إيجابية بدون قلق وبدون خوف وبدون عنف برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات حاول ترتيب أوضاعك اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح انطباعات أو الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف أو بأوراق أو بأشياء إدارية أو قانونية خلال هذا اليوم برضو بعض موليد برج السرطان بعض مش الكل بزيد طمعهم ورغبتهم بنيل الأرباح بطريقة غير مشروعة أو بحاولوا أنهم يعني ديروا هيك ينصبوا على الناس وهاي الفترة على الأغلب بتعرض لصعوبات مالية أهم شيء أنه ديروا بالكو من المصاريف والدفعات اللي ممكن أنها تكون ضاغطة بشكل كبير أو أمور العلاقة بالالتزامات المالية المفرطة أما بالنسبة للوضع الشخصي والنفسي عندك طبعا عطارت في البيت الأول ومنتحس بسبب زاوية التقابل هاي الفترة بتعمل نوع من أنواع الإرهاق والإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك بدك تدير بالك وتتجنب اتخاذ أي قرار مهم أو كمان بدك تنتبه بتنقلاتك وممكن تسمع أخبار أو خبر متناقض يدخلك في نوع من أنواع الحيرة أو يسبب لك بعض المشاكل خلال هذا اليوم بدك تكون منتبه طبعا الزهرة برضو الموجودة في بيتك بيت المتاعب وبرضو منتحسة هاي بتعرضك لبعض المشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو فسخ علاقة أو نميمة أو استغابة أو أمور من هاي القبيل بدك تكون منتبه ما تجهد حالك كثير راعي بوضعك الصحي وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول إنك ما يعني تسيطر على عصبيتك بمعنى آخر بدناش نقولك ما تدخلش بمشاجرات وأشياء من هذا القبيل لأنه أولا المريخ اللي موجود في بيتك العاشر ومنتحس هو اللي بزيد عدوانيتك واندفاعك وتهورك وتسلطك و بخليك شوي لسانك حاد وماضي جدا برج الأسد طبعا القمر طبعا القمر صار موجود مقابلك مباشرة فعشان هيك بزيد تركيزكم أو اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن طبعا بعطيك إيجابيات ولكن بعطيك سلبيات لأنه القمر لما بيكون مقابل البرج بيسحب من طاقته فبتكون هاي الفترة فيها نوع من الضغط عليك فتعتبر من الفترات السيئة وخصوصا مع انتحاسة القمر وأنه يعني الوضع إجمالا بيكون حد ومتقلب فممكن إنها تهدد استقرارك حاذر من الفضائح بتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج طبعا وما تنسى أن الظهرة اللي موجودة في بيتك 11 بدك تدير بالك من الأصدقاء أو الناس اللي بتدعوا إنهم أصدقائك بالفترة هاي بحاولوا خداعك بحاولوا إنهم يطعنوك بالظهر بحاولوا إنهم هم يعني يتبلوا عليك أو بتغيروا بمواقفهم في بعض الأوقات فممكن يتهموك أو يجرحوك وهذا بدك تكون حذر منه بشكل كبير ما تأمن بالفترة هاي وخليك جاهز لرد يعني يكون في مكانه أما بالنسبة للوضع الشخصي والنفسي عندك طبعا الشمس اللي موجود عندك ومنتحسه بتضر بمقاومتك الجسدية فعشان هيك بتلاقي إنه في عندك بعض الأعراض أو مغص أو إشي العلاقة بالقولون بالمعدة بتخليك شوي أو بتخلي البعض منكو يكون متردد أو بفتر شوي بحماسته بخلي قليل الطموح ما عنده قدرة على الإنجازات يعني بحاول إنه يكون روتيني البعض منكو بكون بخجل من بعض الأشخاص أثناء مواجهتهم وممكن على الوضع المالي شوي صير بعض التقلبات عطارد اللي موجود في بيت المتاعب عندك ممكن تتعرض لكلام بسيء لك أو لإفشاء بعض الأسرار أهم إشي إنك ما تهتم لهاي الأمور كثير الأيام الجاية كفيلة بإنها تبين كل شيء وربنا رح ينصفك أكيد أما بالنسبة للفكر والدراسة والأسفار طبعا الفترة هاي منقول لك حاول تتجنب قدر الإمكان التعامل مع الغرباء أو الأشخاص اللي خارج البلاد أو الأجانب لأنه طعنة رح تيجي من واحد منهم ممكن إنه إساءة ممكن قضية ممكن أوراق قانونية ممكن اتهامات وتشهير ممكن أشياء يعني على كل الإحتمالات داك تحطها جبان داك تدير بالك بالسفر أو بالتنقلات البعيدة على الشوارع المفتوحة اللي ممكن إنها تعرضك لبعض المشاكل أو يصير معك بعض المشاكل ركز وما تندفع وما تتهور خصوصا بالفترة هاي اللي هي اليومين القادمات زي ما حكينا أهم إشي إنك بدك تكون حذر من اللي بيدعوا صداقتك أو محبتك وبالمقابل هم بيحاولوا إنهم يخدعوا برج العذراء رغم تراكم العمل انتوا قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة طبعا هذا إلو علاقة بالمال والعمل ممكن تجد صعوبة في بعض الأشياء أو تشعر بالضيق وممكن تحس بإنه الحظ تخلى عنك في بعض المواقع وأنا بقولك إجمالا هو البيت السادس منقولك أساسا ابتعد عن الحضوض ما تعتمد على الحظ نهائيا والزهرة برضو الموجودة في بيتك العاشر اللي إلو علاقة برضو بالعمل وإلو علاقة بالسمعة بيضغطوا عليك بشكل سلبي في منك رح يكون أناني في علاقته أو في علاقاته وممكن تعرضك لبعض خيبات الأمل وممكن تضر شوي بنفوذك سلطتك ممكن تعرضك لانتقادات في محيطك ممكن تتوجه لك انتقادات عالية جدا وحادية جدا خلال هذا اليوم أهم مش إنك تمسك عصابك والمريخ برضو لأنه في البيت الثامن برضو إلو علاقة في بعض الأعمال والأمور المالية يعني نحاول نقولك إنه ما في داعي للمجازفات ممكن تتعرض لبعض المشاكل في مكان عملك أما بالنسبة للوضع النفسي عندك طبعا الشمس في بيت متاعبك لحالها هاي بتكفي في نوع من أنواع الصعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية ممكن أو يستحسن تجنب النزاعات والخلافات يعني بدك تكون حذر لأنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي توترك بشكل كبير بالفترة هاي على المستوى العائلي ليش أنا قلتلك دك تدير بالك لأنه أول إيش عطارد اللي بيتراجع بضغط بشكل سلبي على بيتك 11 وهو إلها علاقة بالأصدقاء والصداقات فعشان يكلفترة هاي عن الأمور الأصدقاء ممكن تحمل نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو الحدية أو العصبية أو الاستهاء من مناسبة معينة من أشخاص أهم الشيء إنك ما توجه انتقاد للأشخاص اللي حواليك تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش تعتبر هاي الفترة جيدة وجميلة جدا لولا انتحاسة القمر اللي شوي ممكن تخفف الحضوض عليه أهم شيء أنه في أوقات بدك تسعى المبادرة الأجواء رومانسية دافئة في بعض المواطن ومع بعض مواليد برج الميزان لأنه في منكم رح ينتابوا شعور بعدم الرضا وممكن تشعروا بأنه الآخرين أو الحبايب ما بيفهموكوا بالفترة هاي فعشان هيك ممكن شوي تسبب لك نوع من النزاعات برضو على مستوى البيت في ضغط وعلى مستوى البيت السابع مع الشراكة أو الشركاء في ضغط فعشان هيك في نزاعات بتكون في المنزل أو شقاقات مع الشركاء أو مع الأزواج في حدية بالطباع شوية الأجواء الضغطة بتكون بتسبب لك نوع من أنواع الاضطراب برضو بسبب الشمس بتسبب لك اضطراب حتى على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى صداقاتك وممكن تتعرض لمنافسات مهنية هاي فترة غير مناسبة للشراكات أو لأمور إلها علاقة بالتجارات بالنسبة للوضع المال والعمل طبعا عطارد اللي في بيتك العاشر ومنتحس وزاوية تربيع مع أورانوس هاي بتخليك شوية ميل لإهمال مشاريعك بتعرض سمعتك الاجتماعي للشبهة أهم شي انك تتحلى بالصبر قد ما بتقدر أهم شي برضو الفترة هاي ما تدخل مغامرات عاطفية لأنه ممكن يلحقك منها أو يجيك منها ضرر أو خصومة وخصوصا مع الأشخاص الغرباء أو الأشخاص الأجانب أو الأشخاص الخارج البلاد هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الصعوبات بتحول دون تحقيق برضو المشاريع أو تأخر في أمور إلا علاقة بوليس التأمين أو أوراق أو بضاعة جاية من الخارج برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجد تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لعمر عقار ما أهمش أنك تتجنب الإنفعالات والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك اليوم متقلب ومتجهم في نفس الوقت فعشان هيك ممكن يحملك بعض الخلافات على مستوى البيت أو النقاشات لأجواء العائلية عادة في هيك زوايا وبانتحاس القمر وتربيع معك وتربيع مع أورانوس بتخلي الجو العائل يكون مشحون والجو في البيت ببعض الأوقات بيكون لا يطاق وبتفكر أنك تخرج بأي طريقة يعني عشان تغير جو على المستوى الفكر والدراسي والأسفار أو التنقلات عليك الحذر من الوعود فقل ما يتم الوفاء بها بالفترة يعني أي واحد بوعدك بشيء بدك تدير بالك ما يعني تعتمدش على الكلام والوعود بالفترة ويستحسن تجنب التنقلات وتأجيلها لفترة قادمة أو لوقت آخر لحديث ما تكون إشي في بيتك الثالث أو بيتك التاسع القمر أو أحد الكواكب وتكون في شكل إيجابي مش بشكل منتحس صحيح أن الزهرة كم يوم رح تنتقل للبيت التاسع فهي رح تفتح لك مجالات وعطارد ما زال في البيت التاسع بفتح لك مجالات ولكنهم منتحسات أما بالنسبة لوضع المال والعمل الشمس في بيتك العاشر منتحسة طبعا تحتاج أنه هيك يصير لازم تبدو الجهد أكثر عشان تتخطى وتتجاوز العقبات والخلافات اللي بتخاف في طريق نجاحك يعني وتمنعك من تحقيق طموحاتك بالنسبة ورضو للزهرة اللي في بيتك الثامن برضو منتحسة بتبالغ في الملذات الحسية اللي ممكن إنها تعرضك يا لو شاية أو لنوع من أنواع كشف السر أو غيرة أو خصومة أما بالنسبة للمريخ اللي في بيتك السادس وبرضو منتحس بعرضك لنوع من أنواع الأمراض أو الالتهابات أو جروح أو حروق وخصوصا في أماكن العمل إن كان في البيت أو في مكان عملك إذا بيعتمد على الألات الحدي والأمور هي برج القوس بتنشطوا في السفر والاتصالات واللقاءات بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر وبتصرف حكيم لكن بدك تسيطر على إنفعالاتك قدر الإمكان ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أو لأحد المعارف ولكن برضو بدك تكون منتبه لأن القمر بمكانه صحيح أنه إيجابي لإلك ولكنه منتحس بيعمل عند البعض نوع من أنواع التوتر في علاقاتهم أو مع محيطهم أو بتكون متقلب ما بيرضيك أي إشي وبترغب في التهرب من الواقع أو العمل والدراسة عند أغلب الأشخاص بالفترة هاي بتكون صعبة فما تعتمدوا على الحظوظ عند المناقشات والإمتحانات وطبعا بما أن الشمس برضو في بيتك التاسع يعني مقابل الثالث تماما اتجنب الدخول في مشاريع كبيرة بالفترة هاي لأن الفترة هاي بتعرف نوع من أنواع الصعوبات في علاقاتك وخصوصا مع الأشخاص الأجانب أو اللي خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بشركات الاستراد والتصدير والأمور اللي إلها علاقة بالتجارة اللي بتعتمد على أمور مراسلات أما بالنسبة للوضع المالي والعملي في الفترة هاي عطارد طبعا في البيت الثامن بيزيد من طيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء أهم إشي أنك تتجنب التنقلات والأسفار والحركة وتكون حذر من الإصابات أما بالنسبة لوضع العائلة والعلاقات الإجتماعية والزوجية الزهرة في بيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الأزواج بالفترة هاي بتنضغط عليك بشكل سلبي أنه بتصير تحب المديح أكثر والإطراء أكثر وممكن ما تكون مخلصة بعواطفك حتى أما بالنسبة للمريخ اللي موجود في بيتك الخامس هو اللي بعطيه سلوك العنيف وبسوء تعاملك وبرضو لياقتك في علاقاتك أو لباقتك في علاقاتك العاطفية أو مع الأحباء أو مع الأبناء أو مع أفراد العائلة برج الجديد تم فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وإمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة لأنه الفترة هاي شوي بتعرف نوع من أنواع الصعوبات فيما يدين العمل ممكن ترتكب بعض الأقطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها طبعا برضو تنساش إنه الشمس موجود في بيتك الثامن ومنتحسه فهاي بتخلي يعني في نوع من أنواع الإضطراب مع شريكك شريك المال أو الزوجة وبرضو ممكن إنه الزوجة تميل لنوع من أنواع التبذير أو تبذير عموالك أو ممكن مشكلة إلها علاقة بالوضع المالي ممكن بتعرف هاي الفترة نوع من أنواع الصعوبة بترتبط في أمور إلها علاقة بدين أو إرث في نقص في الحيوية عشانك ما تهمل الأمراض اللي ممكن تظهر هاي الفترة وحاول إنك برضو تراجع طبيبك إن دعت الحاجة لبعض الأمور الزهرة اللي في بيتك السادس برضو منتحسة هاي برضو بتخلي اضطراب أو قلق أو وسواس على الوضع الصحي وبرضو على مستوى العواطف رغم تظاهرك بالمحبة لكن المودة عندك تنقصها نوع من أنواع الحرارة أما بالنسبة إلى الوضع العائلي والعلاقات الاجتماعية والزوجية طبعا عطارد في بيتك السابع منتحس فبتعرف خلافات ونزاعات مع شركائك أو مع زوجتك أو مع أمور إلها علاقة بالقانون أو الأوراق القانونية والمريخ في بيتك الرابع برضو منتحس هاي الفترة بتعمل نوع من أنواع الخلافات العائلية والمشاكل والإضطرابات العائلية أمور الهلاقة بالعقار تقلبات ممكن مشكلة مع أحد أفراد العائلة بتصبح الحياة في المنزل غير محتملة ولا تطاق بسبب الضغوط أو الحالة النفسية اللي انت بتمر فيها برج الدلو طبعا بما أن القمر اليوم موجود في بيتك الأول عندك ورح يشكل زوايا اليوم ولكن كلها سلبية ورغم من أنتوا رح تكونوا ممتلئين نشاط وحيوية وقادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجازات أو إنجاز لكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرف في كل الاتجاهات تسلط عليك الأضواء على وعلى قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة ولكن أهم إشي يعني ما بصيرش إنه كله إيجابية وكل هالكواكب المنتحسة لازم إنه ننبه من بعض المسائل أهم إشي إنه على المستوى الشخصي والنفسي وهو في بيت شخصيتك ونفسيتك القمر فبتميله لتضخيم الأمور وبتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق هاي الفترة برضو بتأثر على الثقة بالنفس بتخليك تفقد ثقتك بنفسك وبتجعلك مزاجي ومتقلب بكل شيء أما بالنسبة إلى الوضع على مستوى الفكر والدراسي والأسفار المريخ طبعا في بيتك الثالث منتحس بتزيد عدوانيتك ممكن تسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم عليك تجنب التناقلات والأسفار وإذا اضطرت بدك تكون منتبه بشكل كبير عامور إلها علاقة بالسيارة أو عامور إلها علاقة بالامتحانات وبدك تدير بالك من لسانك الصليط اليوم أو ردات فعلك اللي بتكون ممكن تجرح فيها بعض الأشخاص أما بالنسبة لوضع المال والعمل عطار طبعا في بيتك السادس ومنتحس بيخلي فيه نوع من أنواع التوتر في علاقتك مع رفاقك في العمل أو رؤسائك بالعمل بدك تدير بالك من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل أو أمور إلها علاقة بعدم إنجاز بعض الأمور اللي ممكن تضغطك عمليا أما بالنسبة لوضع العائلة والعلاقات الإجتماعية والزوجية الشمس طبعا في بيتك السابع منتحسة وهاي بتعمل نوع من أنواع الاضطرابات في العلاقات الزوجية أو مع الشركاء بسبب الأنانية أو بسبب مسائل إلها كثير من الاعتبار الذاتي ممكن تجد صعوبة في إقرار أو وجهة نظر وبرضو عندك الزهرة اللي موجودة في بيتك الخامس وبرضو منتحسة هاي بتخلي عواطفك وجاذبيتك مفرطة إنه ممكن إنك أنت تفعل أي شيء لأجل المتعة فبدك تدير بالك من هاي السلبية اللي ممكن إنها تأثر عليك بشكل قوي وتسبب لك خلافات لا تغتفر وخصوصا إذا انكشفت برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتشعروا بالتعب إنه بسيطر عليكو أهميش إنكو تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا إنكو تخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصيدي بنصحك عدم المباشرة بالتنفيذ بتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية لأنه برضو إنه وجود القمر في بيتك الثاني عشر لو بيت المتاعب وممتحس بخليك تضخم الأمور وضخم الصعوبات بتعيش بحالة قلق ووسواس حاول إنك تكون أكثر واقعية وتستعيد شوي ثقتك من نفسك وحبك للحياة وحاول إنك تخرج ما تتقوقع على نفسك أما بالنسبة للمال والعمل الشمس طبعا في بيتك السادس منتحسة وهاي بتخليك تتعرض لأمور إلها علاقة بالصحة يعني وعكات صحية بدك تنتمه منها وبرضو متاعب على مستوى العمال اليومية وعدم قدرة على إنجازها أو بعض المشاكل اللي ممكن تظهر على مستوى العمل والمريخ طبعا اللي في بيتك الثاني وأم تحس هاي بتخليك شوي يعني إنه الفترة هاي يكون فيه نوع من أنواع النزاعات مع رفقائك في العمل مع رئيسك لأسباب مالية أهم إش إنك تتجنب الفترة هاي المغامرات المالية والتبذير أما على مستوى العائلة والعلاقات الاجتماعية والزوجية فاعطارد في بيتك الخامس منتحس وبرضو عامل مع أورانو الزاوية فعشان هي بتخليك متردد زيادة وممكن تسمع خبر غير صار عن شخص قريب لإلك أو أحد أحبائك أو تقلب حاد جدا واصدار قرارات مع الحبيب أو مع أحد الأولاد أو مع أحد الوالدين اللي يسبب خلاف كبير وطبعا الزهرة في بيتك الرابع منتحسة بتكون متقلب الأطوار وغير مستقر وما بتحسن اختيار شركائك وبتعملك نوع من أنواع الخلافات على مستوى البيت وإضطرابات منزلية وأمور العلاقة بمشاكل عائلية بدك تكون حذر من الاختلاف في وجهات النظر والحدية في بعض الأوقات وأوعى تتورط في مسائل عقارية خلال اليومين هذول لأنه بتكون الأمور مش لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا